اهلا بكم من جديد من واشنطن ينضم إلينا حسن حسن الباحث في معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط أهلا بك سيد حسن كيف تنظر إلى هذه التطورات المتسارعة خلال الأيام الماضية في سوريا وفي العراق التي فتحت باب الطريق الممتد من طهران إلى بيروت حسب ما ذكر سيد فايز الدويري وبرأيك هل ستكون هناك مواجهة أمريكية مع حلفائها في المنطقة لوقف هذا التمندد أولا مرحبا أستاذ ميشيل أهلا بك أولا لأن نكون منصفين أو واقعين على الأقل هناك تصور أمريكي لمواجهة نفوذ الإيراني في المنطقة هذا التصور إلى الآن جزء منه عملي يعني ما تقوم به الولايات المتحدة في شرق سوريا وشمال شرق سوريا هو يعني بشكل غير مباشر هو وقف للنفوذ الإيراني والروسي والسوري في منطقة ممكن تبتدد ممكن تكون خمسين بالمئة من سوريا الشيء الثاني هناك أيضا تصور جديد مكتوب استراتيجية وواضحة خصوصا داخل الدوائر الأمريكية وعلى الورق الآن وهي مواجهة النفوذ الأمريكي بطريقة الإيراني على المدى البعيد فمثلا تحويل المناطق التي حررت من قبل داعش إلى مناطق يحكمها أهلها يحكمها القوى المحلية هذا تصور جديد هناك دفع مثلا من البيت الأبيض حتى بعض المسؤولين هنا ضد السياسة يعني بقايا خلينا نقول بقايا السياسة السياسة أوباما وأيضا بعض المسؤولين الذين كانوا مسؤولين عن الحملة العالمية ضد داعش تغيير طريقتهم في التعامل مع الأشياء على الواقع فهناك تصور مثلا أن المسؤول عن الحملة العالمية كان لا يطبق الاستراتيجية أو التصور الجديد لإدارة ترامب بشكل حرفي هو يعني يتعامل مع من تقصد؟ يعني لا أريد أن أذكر المسؤول ولكن مسؤول كبير عن الحملة للتحالف الدولي فطريقة تعاملهم مع الأرض طريقة تعاون مع القوى المحلية هي محصورة ببعض بعض الجماعات مثل الجماعات الكردية أو كذا الآن قوات سوريا ديمقراطية في شرق سوريا أيضا لكون منصفين هناك تزايد في شعبيتها بين الناس المحلين حتى عند العرب لعدة أسباب من الأسباب هاي هو عدم ارتياح الناس للسياسة التركية في شمال شرق سوريا واعتقاد الناس أن تركيا تركت أو غيرت سياساتها من مقارعة بشار أسد إلى تحويل القوة قوة ثوار السوريين إلى ميليشيا تابعة بالضبط أو محصورة من قاتلة الأكراد لنعود إلى النقطة الأساسية أستاذ حسن كيف ستكون المواجهة برأيك أو كيف سيكون التصدي الأمريكي والعربي للنفوذ الإيراني الذي يتوسع في العراق والذي توسع خلال الأيام الماضية عبر السيطرة على كاركوكو ومناطق أخرى وربما يتسع في الأيام المقبلة مع إمكانية السيطرة أو إعادة السيطرة على المكمال صحي جميل بشكل عام مواجهة النفوذ الإيراني بشكل شامل أتوقع صعب المنال يعني الإيران في صعود والنظام السوري وروسيا الآن يدخلون مناطق جديدة الميادين كما أشارت ودير الزور مدينة هذه مناطق مهمة صحيح يعني من ثلاث أشهر فقط كان مسؤول الأمريكي بريت ميجورك مثلا نتكلم معنا قال أن هذه المناطق خصوصا الميادين ستكون تحت النفوذ الأمريكي وتحت نفوذ سوريا ديمقراطية وليس روسيا والنظام وهذا الشيء الجديد أنه روسيا دخلت أو إيران أو النظام السوري دخل تلك المناطق فتصدي للنفوذ الإيراني بشكل شامل هذا ما توقع واقعي ولكن هناك بعض المناطق بعض النقاط التي يمكن أن يلعب فيها الأمريكان بطريقة معينة بحيث أنه إيران لا تأتي إليه وهذه المناطق كما أشرت مناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا ديمقراطية وأيضا المناطق القريبة من الحدود الإسرائيلية الأردنية أيضا المسؤول تحدث معنا عن موضوع أنه روسيا قبلت أن أي قوات أو ميليشيات تابعة لإيران لا تأتي إلى تلك المناطق من حدود السويدة يعني قريبا من التنف إلى الجولان تقريبا هذه المناطق تكون بعيدة عن نفوذ الإيران قوات محلية يا أما تكون مثلا حتى إذا كان نظام السوري ولكن ليس ميليشيات يعني من خارج سوريا تكون مثلا النظام السوري أو المعارضة السورية أو يعني تكون قوات يعني قوات معارضة سوريا أما نظام السوري عظيم ننتقل إلى بروكسل مع عسين عمر أهلا أستاذ عمر برأيك كيف ستكون المواجهة المقبلة بين الولايات المتحدة وحلفائها ومن بينهم قوات سوريا الديمقراطية والقوى الأخرى المناهضة لهذا التحالف منها النظام السوري الميليشيات الإيرانية وإيران بالجهة المقابلة مرحبا بكم لا أدري كيف ستكون هذه المواجهة صراحة لأنه ظاهر وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت بأن أمريكا لا تملك وسائل كافية أو لا تملك أساليب رادعة لردع النفوذ الإيراني في المنطقة ردع النفوذ الإيراني يبدأ من العراق لنكون واضحين إذا استطاعت أمريكا ردع النفوذ الإيراني أو تقليص النفوذ الإيراني في العراق ستتمكن من ردع النفوذ الإيراني في سوريا ولكن في هذه النقطة سيد حسين في هذه النقطة تحديدا الأكراد انقسموا مجددا في هذه المرحلة وهذا الانقسام أدى إلى تمدد النفوذ الإيراني والأكراد يعتبرون من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تواجه كنت سأتي إلى هذه النقطة السبب في انقسام الأكراد هو أن الأمريكيين أو ولايات المتحدة الأمريكية لم تكن واضحة معهم ولم تكن صريحة في دعمهم فيما هم يريدون تحقيقها ما هو المناطق التي طردت داعش منها أو التي استطاعت في شمرقة كردستان الحفاظ عليها هذه المناطق التي تشكل مساحة كردستان تقريبا التاريخية ضمن العراق كلها خلال اليومين أو ثلاثة الماضية سيطر عليها الحجد الشعب الإيراني لنكن واضحين هو حجد الشعب الإيراني المدعوم أمريكيا هؤلاء 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 أسلحة أمريكية واصططع وصلوا إلى حدود رجاض إلى حدود سوريا ولكن هذا اتهام على منطقة سنجار أيضا سيد حسن هذه النقطة سيد عمر اسمح لي لو سمحت هناك اتهامات وجهتها للأمريكيين بأنهم يدعمون ميليشيات الحجد الشعبي ولكن المسألة الأساسية كانت وهناك اتهامات من قبل الأكراد بعض الأكراد في إربيل لحزب الاتحاد الديمقراطي بأنه كان وراء تسليم هذه المناطق إلى الحشد الشعبي أو الحكومة العراقية بناء على اتفاق مسبق وبالتالي هذا الانقسام الكردي الذي يأتي نتيجة السير بالاستفتاء أدى إلى هذا التمدد الإيراني وبالتالي تسليم أمريكا بالأمر الواقع أعتقد أن المعادلة بعض شيء مغلوط بما أن الحزبين أو الحزبين الحاكمين في كردستان هما حلفاء الولايات المتحدة وعلاقات الولايات المتحدة قوية جدا منذ عام 1991 وحتى الآن ولايات المتحدة هي التي حمت هذه المنطقة ووضعت نصالة فوقها كان بإمكان الولايات المتحدة التي فرضت عليهم وقف الاقتتال الداخلي الأهلي الذي استمر عدة سنوات وذهب ضحياتها عشرات الآلاف من الشهداء من الكرد أنفسهم استطاعت أن تفرض عليهم وقف الاقتتال كان بإمكان ولايات المتحدة أن تفرض على الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قريب جدا من الولايات المتحدة وله علاقات متينة مع الولايات المتحدة أن تفرض عليه أن يكون ضمن الخطة الأمريكية أو الخطة الموضوعة في إطار عدم منساعدة إيران في تمدد نفوزها في المنطقة ولكن أمريكا وجهت عدة دعوات للرئيس الأقليم البرزاني بعدم استير بالاستفتاء كلا يؤثر ذلك على خطة محاربة داعش وعلى الاستقرار هناك وهذا لم يستجب إليه الأكراد على كل سنتابع بعد الفاصل كونوا معنا اشتركوا في القناة